موسيقى من جديد برحب بكم وبرحب بكل الانضمى لمتابعتنا من خلال هذا البث المباشر هنا ام درمان ممكن كتير من الشعب السوداني هو لا زال بيحتفظ بصدع هذا الشعار هنا ام درمان اللي كان عندها تأثير الكبير عندنا كمجتمع سوداني ابتداء من صغارنا وحتى كبارنا وممكن نمت معنا وكبرت معنا نتيجة لكتير من التفاصيل اللي احنا عشناها وعايشناها في طفولتنا ويزول بيذكر انه الرادي كان بيتفتح في البيت وفي اي مكان ممكن انت تطلع في الشارع في السوق في المحلات التجارية في اي مكان في المواصلات في غيره بيكون الرادي هو موجود وحاضر معك كل عام وكل الاذاعيين على امتداء تاريخ السودان والاذاع السودانية وهم بخير وصحة وعافية وكمام معنا ساذ عمر محيد دين مدير البرامج باذاعة البيت السوداني اهلا وسهلا بك وكل عام وانتوا بخير يعني وإحنا بنحتفي باليوم العالم الرادي صباح الخير امل وكل مشاهدي قناة الشروق شمس السودان التي لا تغيب كل عام وكل مستمعي السودان بخير ونحن نحتفل باليوم العالم الرادي ومرحب بك اهلا بك كثير ويمكن انا زي ما قلت يا ساذ عمر بانه يعني شعب السوداني لازال حتى الان بيحتفظ بهنم درمان ولازال بيحتفي بيها ويمكن كثير من التفاصيل الجميلة المرتبطة بالاذاع عندنا كشعب سوداني الاذاع عندها كان دور كبير جدا فان هي تبصر المجتمع وترفعه لكثير من عن الجهل وعن كثير من الاشياء الممكن تكون عندها علاقة بالمجتمعات اللي احنا بنعيشها كيف كان تأثير الاذاعة سابقا وحتى الان اللي لازال مستمر طيب ما زالت اذاعة من درمان تلعب دور أصيل في بلورة وجدان مشترك للأمة السودانية ودبر جاني شوية لتاريخ اذاعة من درمان انشاء 1940 للميلاد من ذاك التاريخ زلت اذاعة من درمان هي صوت الوطن زلت اذاعة من درمان هي الممسك لمقايمات الوحدة الوطنية السودانية خصوصا وانه اذاعة من درمان بثت بتضرب على وتر التنوع الثقافي في السودان التنوع الايدولوجي التنوع العرقي في السودان والسودان بلد مترامل اطراف وواسع اتخذت في خوالبها دائما نقل صوت السودان بمحورية لغة الوسط لانه مقر الاذاعة هو في مدينة من درمان وبعد 1940 بعد انتقال لحيو الملازمين العريق في 1957 استطاعت اذاعة من درمان انه ترسم الخط اللغوي للوجدان السوداني بما يعرف بلغة الوسط او لهجة الوسط او لهجة من درمان اللي هي في مفهومة العام انه سودان متعدد ثقافية متعددة في لهجات ولكن عندما تقول اذاعة من درمان هنا من درمان لجمهورية السودان يفهم هذه المفردة ويفهم المخرج من راديو من درمان لكل مواطني السودان بمختلف سحناتهم مختلف لهجاتهم بمختلف اسنياتهم بمختلف لغاتهم المحلية مفهوم انه ما يبث من خلال راديو من درمان هو اللغة مفهومة للجميع وحدة وجدها مشترك للهم السودانية هذا كان ضد اذاعة من درمان ومن ثم اطرافها المختلفة اسواء كانت اذاعة موجهة اذاعة متخصصة اذاعة باللهجات المحلية حتى ان اذاعة من درمان في فترة ما كتطرات ظلت تستهدف مستمع القارة الافريقية من خلال بث الموجات القصيرة لمناطق شرقه افريغية يعني كانت تبث باللغة الهوسطة تبث باللغة السواهلية تبث باللغة الفرنسية خدمات موجهة سودانية باللغة الانجليزية أضف إلى أنه في 1900 في 2004 عندما سمحت حكومة السودان بتصديقات لزعاتة جنبية دخلت السودان كانت على الصعيد الاستثمارات الشخصية الروادي كانت راديو مانجو وكانت زعاتة الرابعة للراديو عجمان كانت سمحت لموجات البي بي سي وموجات الانتقار وراديو صوت امريكا وراديو سوا بالبث في السودان وغيرها ظل الأسير مفتوح في الوقت ده استطاعت زعاتة من درماية تخلق ما يوازي هذا الدخول كدرة نواك لإعلام في السودان فأنشأتنا فأنشأنا تقوم درماية إذاعة البيت السوداني بحسابنا تخلق الوزنة ما بين الوافد الجديد للمستمع السوداني وما بين ترسيخ ثقافتنا المحلية في تقوم درماية والسودان وده كانت نشأة إذاعة البيت السوداني بالعودة لسؤالك في ملخصه أنه ما تزال إذاعة درماية تلعب دور محوري في وجدان المستمع السوداني الرغم أنه الناس في الفترة الأخيرة بتنادق كثير بأنه هل في سؤال مطروح يعني كل الناس هل ما زال مستقبل الإذاعة بإمكانه أن يستبير ويضم نعم ده سؤال يظل مفتوح بالناس وغساسي كل الشعب السوداني وحتى الآن مستمر يعني في ظل رقمنات أي حاجة يعني موجود عندنا الصحافة الإلكترونية ورقمة البث الإذاعة بصورة عامة يعني انتقالا من هنا مدرمان وهنا لندن للأسف قبل أيام قليلة سمعنا بتوقف البي بي سي ويمكن يكون عندها صداها الكبير يعني معروف أنه البي بي سي كانت لحقب زمنية طويلة هي استفيدة دبلوماسيا وعندها تأثيراتها على التركيب المجتمعية في السودان بصورة عامة هل ممكن يكون فعلا توقف هذه الانتقالة عندها تأثيرات؟ طبعا كل الأوسطة الإعلامية تناقلت توقف أثير البي بي سي في 25 من الشهر الفات فواحدة من أحرق الإذاعات بعد 84 سنة إنها تقيف لكن برضو على صعيد الحاجة دي تختلف جغرافيا فأنا ما بفتكر تجربة البي بي سي في أثيرات طويلة هي بتشابه تجربة إذاعة من درمان لأن البي بي سي كانت بتبس بث دولي لدول كثيرة عندما ارتأت إذاعة البي بي سي إنه مستمعين على الوسائط المرقمنة هو أكثر مستمعين على موجات الأثير هي قررت لأسباب كثيرة نحن ما عندنا علاقة بينها تتوقف عن البث السؤال المطروحة الآن هل مستقبل الإذاعة يظل قايم في السودان مقارنة بأنه أكبر إذاعة العالمية الآن قفلت أبوابها من بس المحطات أنا بفتكر أنه أبدا إذاعة جمهورية السودان إذاعة من درمان ما تزال تستطيع أن تلعب دور كبير جدا لخصوصية السودان الوطن نحن الآن نعمل في السودان عزيزي المشاهد الكريم سودان بلد ممتد بلد واسع الآن في جمهورية السودان في مناطق لا تتمتع بخدمة الإنترنت في مناطق لا تتمتع بخدمة الكهرباء البسيطة عندنا سيزن يعني في فترة دمنية طويلة ما بين الانتقال للحداثة المطلغة وما بين بث الإزاعات أقل الأشياء أنه من درمان الآن تمتلك محطات في كل السودان لموجاتة مختلفة ومن درمان واصلة ومن درمان راسها في الويدان السؤال المحور الآن هل بإمكان إذاعة من درمان وخدماتها الإزاعية مواكبة هذه التغييرات في العالم وخدمة مستمع السودانية من زاويته خصوصا في انتشار إذن في تحدي قدام الإزاعات هل بإمكانها تقود رسالتها في الفترة الجاية من واقع أنها عندها خصوصية في السودان مفتكر الموضوع فقط محتاج خطط جديدة اللي دعوا التلفزيون هي مال بروش هي انتاج إذا توفرت هذه الرؤية تستطيع الإزاعات أن تلعب دور ولكن في كل الأحوال ما تزال إزاعات من درمان بخدماتها المختلفة على الوجدان السوداني واصلا أنا ما بفترض أنه خدمة الراديو بالكلية تنتهي وبفتكر الضم وراهن أنه إذا عدد جمهوريس السوداني زاهم درمان تستطيع أن تلعب دور لسنوات قادمة لخصوصية المجتمع السوداني اللي ما زال محتاجة في السرنها ودية اللي كانت موجودة يعني ولا زالت حتى الآن يعني يمكن راديو المجتمع كان عنده تأثيره الكبير جدا في تركيبة المجتمعية بصورة عامة أنا أعوز أتحدث تحديدا عن الدرامة السودانية في الإذاعة اللي كان عندها تأثير على المجتمع بصورة عامة وكيف إنها هي استطاعت تغير من قضايا شايك وكيف استطاعت إنها هي تحل كثير من الأشياء ولا زال حتى الآن دوكان ودى البصير هو مفتوح في أذهان الشعب السودان في زمن الأزمان كانت الإذاعة هي الوسيط الوحيد اللي بيصل للمستمع السوداني الدرامة الإذاعية عندها أهل الإختصاص اللي ممكن يتكلموا فيها بالتفصيل الدقيق لكن بالكلية برضو بقول إذا عتم درمان استطاعت أن تلعب بواسطة الدرامة أدوار كبيرة جدا في تبصير المجتمع السوداني بقضاياه المختلفة دليلت ينتبه إذا كان ودى البصير كان فيه برامج إذاعية فيها الدرامة زي كيف قيلته أمس الصلاة الإذاعية العريقة الامتداد اللي إحنا أطفال وكبار ما تزال في أثهان السودانيين كل الأعمال الدرامية القدمت من خلال إذاعة درمان الدرامة استطاعت نتلعب دول كبير جدا في تثقيف وتبصير والتنوير المستمع السوداني والمواطن السوداني بقضايا ومن خلال برامج خالدة في أمبرمان من حي في عيد الإذاعة برض ودارات الدرامة المختلفة في التلفزيون والإذاعة بأدوارها كبيرة وطبعا الأدوار المتكاملة لكثير من النواحي اللي كان عندها تأثيرها كيف أنها كانت مكتبة وتوثيقا للأغنيات السودانية وكيف أن الإذاعة هي حافظت الإرث الثقافي والموروث بصورة كبيرة جدا من خلال الأرشفة إحنا وصلنا لختام المساحة السيد أمر شكرا لك شكرا لوجودك معنا شكرا لك كل سنة والمشاهد والمستمع بخير في عيد الإذاعة واللي اليوم بتحتفل بيهو إذاعة مدرمان في فترات مفتوحة تفاعلية مع المستمعين من أحتفل بيهو في إذاعة البيت السوداني بحلطة شديد تنصصنا برامج الدعوة عبر شاشة بقضايا الشروق أن الناس تتابعنا على مصطرة البيت السوداني في بيهو وأقو العام ومستمع السودان بيهو وإنت كمان أستاذ عمر محيدين مدير البرامج بإذاعة البيت السوداني لك التحية ولكل الإذاعيين حنمشي الكنترول ونجيكم راجعين ترجمة نانسي قنقر